موسيقى 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 في فيديو اليوم نشرح زمن من أهم الأزمن في اللغة الإنجليزية وأبسطها زمن المضارع البسيط simple present أول نقطة نتكلم عنها مما يتكون يتكون المضارع البسيط من فعل ينتهي بإس وفعل بدون إس الفعل بإس يأتي مع الضمائر شي هي هو إت هو أو غير غير العاقل وأسماء مفردة أما الفعل بدون إس يأتي مع آي أنا وي نحن يو أنتم أو أنت ذي هم وأي اسم يكون جم على سبيل المثال هي تأكل بعد الفعل إيت يأكل أضفنا له إس والسبب أنه عندي شي هي ريدز أيضا أضفنا إس للفعل ريد عشان قبلها إيش الضمير هي إت سليبس إنه نائم أضفنا الإس للفعل سليب عشان قبل الضمير إت أحمد ووكس أحمد يمشي أضفنا إس للفعل ووك عشان قبله إسم مفرد كم في أحمد هنا؟ واحد فقط آي إيت أنا آكل هنا شلنا الإس قبل كانت شي إيت هنا آي إيت بدون إس السبب قبل آي وي ويد نحن نقرأ أيضا الفعل بدون إس عشان قبل الضمير وي ذي سليب هم نائمون you walk أنت تسير the students play الطلاب يلعبون عندي the students مضاف لها إس الجمع الطلاب بما إنهم جمع الفعل يأتي خالي من الإضافات يعني بدون إس الحين نتكلم عن الاستخدامات فيما يستخدم زمن المضارع البسيط أول استخدام مع الروتين فأقول على سبيل المثال I wake up at 7 a.m أنا أستيقظ في السابعة صباحا نشوف الفعل wake خالي من الإضافات الفعل wake هنا والنعش خالي من الإضافات إيش السبب قبل آي I brush my teeth أفرش أسناني أيضا brush بدون إضافات والسبب I I eat my breakfast أتناول إفطاري I make a video أقوم بصنع فيديو I read a book أقرأ كتاب I clean the house ونظف المنزل I wash the dishes ونظف الأطباق I go to sleep أذهب لنه كل الأفعال بدون إس السبب من قبلها الضمير I أيضا عندنا لو قلنا she بدل I she wakes up at 7 am هي تستيقف في السابعة صباحا أضفنا إس للفعل wake السبب قبل she she brushes her المفروضين عفوا her teeth هي تفرش أسنانها she eats her breakfast هي تأكل فطورها she makes a video هي تقوم بصنع video she reads a book هي تقرأ كتابا she cleans the house تنظف المنزل she washes the dishes تقوم بتنظيف الأطباق she goes to sleep هي تذهب للنوم جميع الأفعال انتهت بS السبب إن قبلها الضمير شي الاستحمال اللي بعده بيكون للعادات أقول محمد plays football every weekend محمد يلعب كرة القدم كل نهاية أسبوع هذه عادة كل نهاية أسبوع شي يسوي يلعب كرة قدم عشان كده استخدمنا زمن المضارع البسيط وعشان محمد مفرد واحد فقط هنا أضفنا S للفعل play مثال ثاني my mom drinks coffee every morning my mom أمي تشرب القهوة كل صباح كل صباح ايش تسوي تشرب القهوة هذه عادة معتادة عليها مثلا من سنة عشان كده my mom مفرد أضفنا اس للفعل drinks الاستعمال الثالث الحقائق الحقائق العلمية اللي ما فيها ألي جدال على سبيل المثال أقول earth revolves around the sun الأرض تدور حول حول الشمس حقيقة علمية ما حد يقدر يجادل فيها تمام عشان كده استخدمت زمن المضارع البسيط earth الأرض كم في أرض في العالم في الكون ما في اللوح أضفنا لأنه أضفنا اس للفعل revolve عندنا الشمس حر حقيقة علمية الفهود سريعة طيب هنا احنا نقول فعل بس وفعل بدون اس هنا وين الفعل بس والفعل بدون اس هنا استخدمنا is و are وبنتكلم عنها الحين ليش في حاجة في اللغة الإنجليزية اسمها verb to be ومشروحها بالتفصيل في أحد الفيديوهات في قناتي بتلاقون الرابط في الوصف verb to be يتكون من ثلاثة أشكال am وأستخدمها مع الضمير i is وأستخدمها مع she he it واسم مفرد و are وأستخدمها مع you we they وأي اسم جمع طبعا الفعل am is are كلها أفعال ونسميها الأفعال المساعدة إذا ما عندي فعل في الجملة واستخدمتها فتعتبر فعل أساسي ففي هذه الحالة إذا أنا ما أبقى أستخدم فعل ثاني زي drink eat read أو أستخدم am is are ما يحتاج أضيف فعل is وبدون is فقط أحفظ إن إذا كان قبله في الجملة يعني شيء أستخدم is إذا كان عندي مفرد أستخدم is إذا عندي جمع أستخدم are إلى آخره أيضا المواعد نقول the movie starts at 9 pm الفيلم يبدأ في الساعة التاسعة مساء هنا موعد the plane flies at 7 am الطائرة تقلع في السابعة صباحة وعشان إحنا نتكلم عن المواعد استخدم الفعل بs والسبب أن اللي قبله مفرد لكن لو كانت مثلا the movies فيها جمع الأفلام وقتها أشيل الاس من start the planes مثلا الطائرات وقتها أشيل الاس من الفعل flies الحين بنتكلم عن نقطة مهمة السؤال وإن في كيف أكون سؤال من هذا الزمن وكيف أنفي أستخدم فعل مساعد جديد قبل تكلمنا عن is am are الحين نستخدم فعل مساعد ثاني do وdoes خذها قاعدة عندك في اللغة الإنجليزية مستحيل أكون سؤال أو أنفي جملة بدون ما يكون عندي فعل مساعد إذا الجملة فيها فعل مساعد أستخدمه إذا ما فيها أنا أدخل الفعل المساعد من عندي أستخدم do مع الضمائر i we you they واسم جم does أستخدمها مع she he it واسم مفرد على سبيل المثال i i make a video every three days أنا أقوم بصنق فيديو كل ثلاثة أيام عندنا الفعل هنا make بدون is السبب قبل i تمام أبغى أحول له السؤال أستخدم الفعل do طب le do le does السبب في الضمير اللي هنا do تجي مع i we you they واسم جم طب عندي i هنا عشان كذا استخدم do طيب بندخل do في هذه الجملة اللي عندنا وين أحطها أحطها في البداية بعدين أنزل الجملة زي ما هل أقوم بصنع فيديو كل ثلاثة أيام يعني إذا بدخل do does على جملة عشان أحول السؤال وين أحطها في البداية دائما السؤال الفعل المساعد في البداية مستحيل يجي في النهاية مستحيل يجي في النص مثال ثاني هي تشرب القهوة كل يوم الفعل مضاف لأس السبب عندي شي الحين هل بنستخدم do ولا does نستخدم نستخدم does والسبب عندي الطمير شي وdoes تيجي مع شي طيب وين بنحطه في النص ولا في البداية في البداية أحطه في البداية أقول does she drinks coffee every day قلنا ننزل الجملة زي ما هي بس كذا تعتبر الجملة خاطئة نحوية إيش السبب السبب الاس هذه إيش أسوي في الاس تحدث ليش خذها قاعدة من عندي أنا عندك do عندك does فيها أصلا اس خلاص لا تكثر اسات في الجملة ما نبغى اسات كثير نبغى اس واحدة في كل جملة على الأفعال طبعا بغض النظر عن الاس اللي في شي لكن الفعل does الفعل drinks أحذف الاس من الفعل اللي جاء متأخر does أول قبل drinks عشان كذا هي اللي بتاخذ الاس هذا جاء متأخر أحذف الاس اللي فيه تصير الجملة does she drink coffee every day نشوف هنا الفعل كيف صار drink ما في اس ليه الاس أخذتها do خذتها does I make a video every three days أنا أقوم بصنع فيديو كل ثقافة أيام الحين بنتكلم عن النفي عشان أنفي أستخدم فعل مساعد فعل المساعد اللي أستخدمه هنا الفعل do ليه لأنه عندي هنا I لكن لو كانت she أكتب الفعل does طيب قلنا بنستخدم الفعل do طيب إذا هو سؤال أنا أحط do في البداية هذا مو سؤال أنا أبغى نفي أبغى أدخل أول شيء أول خطوة أني أدخل do في الجملة وين أحط do أحطها مع بين الضمير والفعل شايفين do دايما do تسبق الفعل جد قبل الفعل make طيب دخلناها صارت I do make a video every three days طيب نفغى ننفي هل هل نفي الجملة كذا لا لازم أستخدم أداة نفي أداة النفي باللغة الإنجليزية not not دائما أستخدمها في نفي جميع الأفعال دائما النفي باستخدام not واتذكر not من كلمة نوم ونوم معناها لا هنا نفس الشيء not لا طيب not أبغى أدخلها على هذه الجملة وين أحطها طيب بحطها مع do ليش أصلا دخلنا فعل مساعد عشان هي تيجي معاه بحطها بعد do وبعدها ايش not كيف بتصير I do not make a video every three days أنا لا أقوم بصنع فيديو كل ثلاثة أيام شايفين لكن لو ما عندي do I not make غلط ما يجي not ما تدخل على الجملة بدون do test حي تدخل لازم مع RSD عشان كذا إحنا استخدمنا فعل مساعد he plays football every day هو يلعب كرة القدم كل يوم نفس الشيء نبغى ننفي أول خطوة أدخل فعل مساعد إيش الفعل مساعد اللي باستخدمه هنا الفعل does إيش معنى does ليش مدو عشان عندي هي طيب أدخل does على الجملة وين أحطها بنحطها ما بين he وما بين الفعل play بالنص طيب he does play football حذفنا الاس من الفعل play عشان does سبقت واخذت 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 الاس خاص هنا ما نحط اس طيب نحن لسه ما نفعنا الجملة نستخدم أداة النفي not ندخلها وحطها وين بعد it does he does not play every day طيب إيش لو كان في الجملة there to be الفعل am is are بدل الأفعال الثانية drinks eat كيف أنفي وكيف أكون سؤال شوف إذا عندي مثلا هذه الجملة they are happy هم سعداء أبقى أحولها سؤال هل أستخدم do طبعا لا ليش do أصلا فعل مساعد are أصلا فعل مساعد ما يجي فعل المساعدة في نفس المكان أو في نفس الجملة عشان كذا باستخدم حاجة ثانية أو حركة ثانية نسميها المقص أعكس ما بين they وما بين the are فنقول are they happy كذا أنا كونت سؤال باستخدام إيش مقص سهل صح أعكس are تأخذ مكان they وthey تأخذ مكان the are they happy she is sad هي حزينة أبغاء فيها طبعا نحن ما بنستخدم فعل مساعد say to does لا لأن أنا أصلا عندي هذه أفعال مساعدة طبعا النفي دائما بكلمة not طيب not أبغى دخلها على الجملة وهين أحطها أحطها مع صديقها من صديقها الأفعال المساعدة she is not sad شايفين كيف وإن دخلت النط دخلت بعد الإز مع صديقها مع بعض وكبا نصلنا إلى نهاية الفيديو see you next time ترجمة نانسي قنقر